أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم بصالح العمل وأن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد وبالنظر إلى الوسائل التي جدت في هذا العصر فيمكن أن يكون هناك مجلس حكمي عبر وسائل الإنترنات وغيرها وقد يسرها الله تبارك وتعالى في هذا العصر هذه المسألة كاثورة عنها السؤال هل هي مثلاً بيع بالتقصيد؟ هل هي من قبيل بيع السلام؟ الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه هل يسلم الرجل على المرأة؟ الجواب الحمد لله حق المسلم على المسلم ست كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر من بين ذلك قوله إذا لقيته فسلم عليه وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام قد قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا ومن أول ما علم الله تبارك وتعالى نبيه آدم عليه الصلاة والسلام أن أمره بأن يذهب إلى نفر من الملائكة فسلم عليهم فردوا عليه وأخبره بأن هذه تحيته وتحية ذريته فالمسلم إذا لقي المسلم سلم عليه يعرفه أو لا يعرفه لا يقتصر في تسليمه على من يعرفه دون من يعرفه يبذل السلام للعالم وهذه الأوامر وهذه النصوط جاءت مطلقة من غير أن يخص فيها الرجال دون النساء فالأصل أن يسلم الرجل على المرأة وتسلم المرأة على الرجل وقد جاء عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة فسلم علينا وقد ترجم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال هذا هو الأصل وهو أنه لا فرق بين التسليم على الرجل أو التسليم على المرأة وإنما قال بخلاف ذلك من قال من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى خشية أن يكون ذلك ذريعة إلى الفتنة وإلى الفساد فمن لم يأمن على نفسه من ذلك وامتنع فله ذلك وكل إنسان يعرف من نفسه ما لا يعرف عنه غيره الله أعلم وأحكم السؤال الذي بعده يقول أو يسأل صاحبه عن حكم بيع ماء زمزم ماء زمزم هو سيد الماء وخيره الناس يحبونه لما ورد فيه من الفضل في شربه من الفضل ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال أيضا عن بئر زمزم إنها مباركة إنها مباركة إنها طعام طعم ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا يتطهر بها بهذا المعنى الصواب أنها يتطهر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولأن الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ربما كان أفضل منها ومع ذلك توضأ به الصحابة كما هو معروف وما أزمزم اليوم في الحقيقة يعني الجهات الحاكمة في المملكة العربية السعودية هي التي تتولى شأنه فتوفره للناس في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي جاز الله القائمين على ذلك خير القيام فهذا استمرار لسنة كانت موجودة في الجاهلية ثم أقرها الإسلام ويسقيا وبل وسعت في هذا الزمن إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهم أن الإنسان إذا أحرز هذا الماء بوجه مشروع فإنه يجوز له أن يبيعه لكن ينبغي أن ينبه إلى أن الجهة الوحيدة التي تبيع الماء هي الجهة الحاكمة هناك حيث إن هناك مصنعا يتولى شأن هذا الماء ويعبئه في أواني ثم بعد ذلك يباع وأنبه هنا إلى أمر هام من جدة وهو أن بعض الناس يدخلون إلى المسجد النبوي وإلى المسجد الحرام بأواني وبقارورات ثم يملؤونها والواقع أن هذا الماء الموجود في المسجدين إنما هو للشرب فحسب هذا إن بغي للناس أن يعبئ الماء من تلك الأواني الموجودة في المسجد النبوي ولمسجد الحرام ثم بعد ذلك يبيعونها مثلا بل إن بغي لهم أن يقتصروا في ذلك على الشرب والله أعلم وأحكم سؤال الموالي ما حكم الشرع في ذهاب المسلم إلى بلاد الكفار ذهاب المسلم إلى بلاد الكفار ما الحكم في ذلك؟ وهل يجب على من كان ساكنا هناك الرجوع إلى بلاد الإسلام الجواب الحمد لله الذهاب إلى بلاد الكفار والحمد لله يعني دار الإسلام ودار الكفر متمايزتان على ما في بلاد الإسلام من المعاصي التي تكاثرت وتعددت ولكن ولله الحمد والمنا ما تزال الداران متمايزتين هذه دار الكفر وهذه دار الإسلام وحسبونا من دار الإسلام أنك تسمع في كل الأوقات الخمس الأذان يرتفع من منارات مساجدها وأن الناس يصومون ويصلون ويحجون ويتلقون العلم الشرعي وهكذا وإن كانت بعض المسائل موجودة فدار الإسلام غير دار الكفر ولله الحمد والمنا ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر منية الإقامة فيها بل لا ينبغي له أن يسافر إلا إذا كان هناك ما يقتضي سفره كالسفارة كونه قنصلاً أو سفيراً للحاكم المسلم أو يذهب لطلب علم دنيوي غير موجود في بلاد الإسلام أو يذهب لصلة رحم أو يذهب للجهاد بشرطه وأؤكد على كلمة بشرطه فإذا كان هناك داعي أو لتجارة مثلاً فإذا ذهب لأجل هذا فيسوغ له أن يسافر ولكنه لا يقيم في بلاد الكفار وإذا قيل بأنه لا يقيم في بلاد الكفار يترتب على هذا أنه لا ينبغي أن يحصل على الجنسية من تلك البلاد فما كانت داعي لماذا يحصل على الجنسية في تلك البلاد ويترتب على هذا أنه ينبغي له إن كان هناك أن يهاجر إلى بلاد المسلمين أن يرجع إذا سافر مقيماً وأقام فإن بغي له أن يصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه والمناهي أو الأحاديث التي ورد فيها النهي عن ذلك موجودة أنا بريء ممن أقام بنا ظهران المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراء ناراهما ربما يقال بأن هذا الأمر قد عمت به البلوة وأن الناس يسافرون الحق لا يسقط بالتقادم الشرع لا يسقط بالتقادم الذي قد يسقط بالتقادم الملكية الحيازة أما الشرع فلا يسقط الناس مخالفون إن بغي نرجع إلى الشرع تطور هذا الأمر إلى أن صار الناس مثلاً يغامرون بحياتهم في البواخر وغيرها فيموتون بالعشرات كما تسمعون في كثير من الأوقات لهذا فمن كان مقيماً في بلاد الكفر إن بغي نرجع إلى بلاد الإسلام نعم الذين هم من تلك البلاد وأسلموا هؤلاء يمكنوا أن يدخلوا في حكم المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل فأولئك عص الله أن يعفوا عنهم مع أن صغة عص الله أن يعفوا عنهم تشير إلى أن الإنسان قد يكون من المستضعفين ولكنه يتمكن من تصحيح هذا الأمر فلا ينبغي للمسلمين أن يفعل ذلك والله أعلم وأحكم سؤال موالي يقول صاحبه شخص توفي وترك أرضاً جزء منها رديء رخيص السعر وجزء جيد غالي فكيف تقسم هذا الأرض بين الورثة الجواب الحمد لله هذا جزء رديء وهذا جزء جيد الأصل هو أن الجزء الرديء يقسم بين الورثة فيأخذ كل منهما من الورثة نصيبه من هذا الجزء الرديء كما يأخذ نصيبه من الجزء الجيد إذا كان ذلك لم يتأتى لكون الأرض قليلة وتجزئتها ربما تفوت مثلاً استغلالها إن كانت في لاحية أو نحو ذلك من الموانع ومن الأسباب فيمكنهم مثلاً أن من أخذ الجزء الرديء يرد له من أخذ الجزء الجيد فيتقاسمان ويترادان فإن لم يتأتى ذلك يمكن للورثة مثلاً أن يبيعوا هذه الأرض وأن يوزعوا قيمتها بينهم بالتساوي فيأخذ كل من الورثة نصيبة الله أعلم سؤال الموالي يقول صاحبه كم يخرج من عنده أربعون قنطاراً من الحب من الحب يعني من الزرع من الشعير أو من القمح أو غيرهما من الحبوب الجواب إن كان هذا الزرع قد سقي بماء المطر سقي بماء المطر يعني من غير كلفة ولا مؤنة فإنه يخرج منه العشور وعشور الأربعين معروف بأنه أربعة قناطير وإن كان هذا الزرع قد سقي بكلفة كأن يكون قد استخرج الماء من البئر أو جلبه بواسطة السهاريج أو نحو ذلك مما فيه كلفة وبذل مال فإنه يخرج منه نصف العشور نصف العشور يعني واحد من عشرين ونصف العشور الأربعين هو قنطاران والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر